المشاهدين الكرام مازلنا في إطار رد على تعليق الحلقة الماضية ضمن سلسلة دراسة القرآن ككتاب فصول وقراءات في المجال الديني العقائدي وقلنا إن القراءات المختلفة الرسمية للقرآن ليست خاطئة بحسب السياق الذي قدمه كل مقرئ اجتهد في قراءته لرسم المصحف وردا على صاحب تعليق فلا رواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع قراءة خاطئة من ناحية المنظور الذي فهمه المقرئ فالمسألة أبعد من هذا فهي تشير إلى السياق التاريخي الذي أتى به القرآن الأصلي في القرن السابع الميلادي وقدمنا مثالا لا نجده في القراءات المختلفة الرسمية وهذا المثال ناتج عن مادة علمية جديدة هي مادة الفيلولوجية التي أخذتها عن الدكتور كريستوف ليكسنبرغ وهي أمثلة كثيرة جدا والمثال هو في كلمة شياتة في الآية 71 من صورة البقرة فعند أهل اللغة والفقه في العصر العباسي تعني لا لون فيها يخالف لون جلدها رغم أن الآية التي قبلها كما ذكرنا كانت واضحة بقرة صفراء فاقع لونها وبالتالي فكلمة شياتة لا علاقة لها بلون جلد البقرة بعكس ما أجمع عليه فقهاء الإسلام وإنما هي قراءة خاطئة لرسم الكلمة من ثلاث أحرف سين نبرة هاء بالعودة إلى التوراة لفهم الإشكال وذلك في صفر العدد الإصحاح 19 العدد 2 نجد عبارة بقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها وبالتالي تكون القراءة الصحيحة بحسب مادة الفيلولوجيا لكلمة شياتة هي مسلمة لا شبه فيها جمع شبه أي لا التباسة أو عيب فيها والملاحظة الأخرى أن لون البقرة اختلف بين التوراة والقرآن فالتوراة تقول بقرة حمراء والقرآن يقول بقرة صفراء فاقع لونها والسؤال الذي يتبادر للدهن هو هل هي البقرة حمراء أم صفراء؟ لكن بالرجوع إلى التوراة كمصدر أقدم من القرآن نجد الكلمة العبرية واضحة أدومة تعني حمراء ربما لأن اللون الأحمر أو القرمزي يرمز إلى الدم كذبيحة لأن هذه البقرة كذبيحة تطهير من النجاسة وهي من نفس جذر كلمة أدم بمعنى أرض أو تراب ومنه جاءت كلمة آدم ولون الأرض أو التراب يمين نحو الحمر ونحن في المغرب نطلق عليه لفظة الحمري وهو نوع من التراب الأحمر بينما القرآن اختار عبارة صفراء فاقع لونها أي شديدة الصفرة وهي أيضا السواد في لسان العرب لابن منظور كذلك قال الفراء في تفسيره للآية 33 من صورة المرسلات كأنه جمالة صفر أي سود الإبل إذن المعنى يتأرجح بين الصفرة والسواد والمقصود هو لون البقر العادي أي اللون البني وكلمة بني من أصل كلمة بونا باللغة الأمهارية أي قهوة ومن المعلوم أن العرب المسلمين عرفوا البن أو القهوة من الأحباش في بداية القرن التاسع الهجري بعدما انتشر تناوله كمشروب منعش ساخن بين صفوف مريدي طريقة شاذلية في اليمن على يد الشيخ علي بن عمر بن إبراهيم الشاذلي سنة 828 هجرية فقد دن معظم علماء الإسلام في ذلك العصر أنه شراب مسكر فحرموها لمدة طويلة إذن من المرجح أن عبارة صفراء فاقع لونها لا تعني بالضرورة اللون الأصفر أو الأسود وإنما البني لون التراب على العموم والتراب له أنواع وألوان كثيرة تتأرجح بين اللون الأسود بما يسمى عندنا في المغرب بالترس إلى اللون الأحمر الحمري والأصفر لون الرمل الملفت للنظر أن نجد أحد كبار حاخامات في بداية القرن العاشر الميلادي هو الحاخام سعدايا بن جاؤون بن يوسف الفيومي قدم ترجمة لكلمة أدما أي حمراء باللغة العبرية في صفر العدد الإصحاح 19 والعدد 2 إلى كلمة صفراء باللغة العربية وهو من كبار رجال الدين اليهود في عصره وفيلسوف وفاقيف فيلولوجي في اللغتين العربية والعبرية ترجمة تورا بالتفسير للغة العربية وله مؤلفات عديدة في اللغة والتشريع ككتاب المواريت وله معجم في اللغة العبرية ومناقشة في تعديل التقويم العبري وغيرها من المؤلفات تأثر بعلم الكلام عند فرقة المعتزلة وبالثقافة الإسلامية وربما لهذا السبب أو السبب الذي جعله يترجم هذه الكلمة من الحمراء إلى الصفراء كما جاء في صورة البقرة وهذا التأثير نجده جليا في بعض الكلمات التي ترجمها من اللغة العبرية للغة العربية على سبيل المثال نجد كلمة مقراء بمعنى الكتاب ترجمها إلى كلمة قرآن وكلمة ميشنا ترجمها لكلمة فقه وكلمة تلمود ترجمها إلى كلمة التحرير وغيرها من الألفاظ أو ربما اختياره لهذه الكلمات كعالم من كبار علماء اليهود في عصره له دلالة لغوية حقيقية وما اختياره لكلمة قرآن بدلا من مقراء إلا دليلا آخر يضاف إلى الدلائل التي قدمناها في حلقات سابقة عن كون القرآن هو كتاب الفصول والقراءات دكسيناريوم كالقريانة عند السوريان والأجبية عند الأقباط ومصحف صلوت عند الأحباش فها هو عالم من علماء اليهود عارف بالثقافة الإسلامية يسمي مقراه بقرآن أي سيدور وهو كتاب تنظيم العبادات عند اليهود في الحلقة الماضية أشرنا بعجال الآية 72 وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُمْ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ التي ارتبطت بدبيحة التطهير في بداية سفر العدد الإصحاح 19 بالقاتل المجهول في بداية سفر التثنية الإصحاح 21 يقول العدد إذا وجد قتيل في الأرض التي يعطيك الرب إلهك لتمتلكها واقعا في الحقل لا يعلم من قتله فبالرغم من الصفات المتطابقة لتقديم البقرة الحمراء أو الصفراء بأن تكون بلا عيب ولا يوضع النير على عنقها نجدها في صفر التثنية لا تقدم كدبيحة وإنما يكسر عنقها في وادي دائم سيلان ثم يتقدم شيوخ القبيلة التي وجد القتيل بالقرب منها ويغسل الجميع أيديهم على هذه البقرة أو العجلة المقصورة للعنق وهذا ما جاء في الأعداد اللاحقة من هذا الصفر بين قوسين التثنية 21 من العدد 1 إلى 6 ومعنى ذلك أن الشيوخ يتبرؤون ويتطهرون من دم هذا القتيل ويستحق القاتل مصير هذه البقرة هو ومن تسطر عليه والغريب أن القرآن اعتبرها دبيحة لقيامة الميت من الموت والإخبار عن القاتل وليس تطهيرا لشيوخ القرية القريبة حين يقول في الآية 73 فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون فهذه الخاصية لا توجد في التوراة ولا في الكتب التفسيرية عند اليهود ولا نعرف المصدر الذي أخذ القرآن عنه هذه الإضافة إلا إذا كان يقدمها من باب الرمزية ويعتبر تقدمة هذا القربان من أجل إحياء عقول وضمائر اليهود الصلبة كالحجارة والذي ورد في الآية 74 التي بعدها ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون وتفجير الماء من الحجارة كمعجزة من موسى جاءت مباشرة بعد الإصحاح الذي قدمناه في صفر العدد الإصحاح 19 أي في الإصحاح 20 والعدد 8 نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر